زر من أسرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة تسمعوه فإذا سمعتموه فلن تترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد اليوم قال عمر رضي الله عنه دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقالوا يا رسول الله بس صلاة عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك من العلم المكنون ولولا أنكم سألتموني ما أجبت قال عليه الصلاة والسلام إن الله وكل بي ملكان إذا صلى علي أحد منكم صلاة قال الملكان اللهم اغفر له العجب ليس هنا حبة في الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحد منكم علي صلاة وقال الملكان اللهم اغفر له فيقول الله وتقول الملائكة آمين أي أنك إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوا لك الملكان أمن الله على دعاء الملكين للمصل على النبي صلى الله عليه وسلم بقولهما آمين وقال أهد الصحابة خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال فقلت يا رسول الله ما رأيت عليك من الطراقك والبشر قبل اليوم فقال عليه الصلاة والسلام أجل أتاني جبريل فأخبرني وقال إن الله يقول من صلى عليك صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات ومحى عنه عشر سيئات وكتب له عشر حسنات أو كما طال عليه الصلاة والسلام أحبة في الله بعد سماعكم هذه الأحاديث المباركة الطيبة الصحيحة هل تتركون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد اليوم وكذلك لا تبخلوا بهذا المقطع على عباد الله سبحانه وتعالى وأهباب رسول الله صلى الله عليه وسلم انشروا هذا الخير سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يجعله لنا ولكم ووالدين ووالذيكم صدق جارية إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين